اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادي في مادة اللغة العربية والفصل الخامس عشر بعنوان فتح السوس بعدما قدم يوليان النصيحة لعقبة فكر فيها عقبة مليا فوجدها نصيحة حكيمة واخذ بها وتوجه بجيشه اولا الى السوس الادنى فهيا نتعرف معا على احداث الفصل وهنا بقى هنعرف ان عقبة بن نافع وصل الى مشارف وليلة ورفض اهل السوس الادنى الدخول في الاسلام واختروا بكثرتهم لكن النصر كان حليف عقبة وكان الفرار حليف البربر يبقى هنا اول حاجة عملها اهل السوس الادنى ان هم من رديوش يسلموا المدينة بتاعتهم بدأوا يدخلوا في شباك مع المسلمين وانتهى في الاخر ان هم يفروا من امامه ثم توجه الى السوس الاقصى الذين استعانوا بكل القبائل المجاورة لهم وحشدوا جميعا امام اسوار المدينة وانتهت المعركة بسقوط وسط المغرب الاقصى وجنوبه في ايدي المسلمين بكده يبقى شفنا مع بعض الملخص تعالوا نشوف الاحداث هتمشي ازاي زي ما اتفقنا مع بعض اخر حاجة ان يوليان قدم النصيحة لعجبة بن نافع طب يطرع عجبة هيعمل بيها ولا لا طبعا هيعمل بيها يبقى لو قال لي ايه موقف عجبة من نصيحة ملك تنجا اقتنع به بعد تفكير يعني هو الاول قاعد يفكر ومن ثم اقتنع به وبالفعل اتجه الى السوس الادنى حتى وصل الى مشارف مدينة وليلة طيب مدينة بقى وليلة نعرف عنها ايه يبقى احنا هنا نعرف عنها ايه هي النهاردة اسمها قصر الفرعون كفاية اوي كده طب تعالوا بقى نشوف رد فعل اهل السوس الادنى من رسول عجبة هيعملوا ايه هل يطرني رسول عجبة لما يروح لهم ويقول لهم ادخلوا في الدين بلا حرب وبلا قتال واجعلونا نمر بسلام هيوافقوا على حاجة زي دي ولا هيقفوا قداموا ويحربوا طبعا هم اول حاجة رفضوا الدخول في الاسلام هم كانوا فاكرين ان هم لازم يدخلوا الاسلام بالعافية وبالغزم ودي طبعا حاجة ما كانتش صحيحة خالص الحاجة التانية ان هم صمموا على القتال احنا هنقابل جيش عجبة ونقتله طب ليه علشان هم كانوا مخضوعين بكثرتهم هم عارفين ان جيشهم اكبر بكثير من جيش عجبة بن نافع فقالوا احنا هندخل معاها الحرب وبكذا نكون احنا انتصرنا ولكن متى كانت الكثرة تغلب بيوش المسلمين من امتى اصلا واحنا بيفرق معانا العدد هو مش المهم العدد قدم المهم الجيش ده مؤمن بالقضية بتاعته ولا لا عنده ايمان بالله ولا لا يبقى انا هنا لو جيت سألتك هل كانت نظريتهم بان كثرة العدد هي من تسيطر صحيحة نظريتهم دي صح كلام طبعا لا طب ايه الدليل على كده اجبب ننافع انتصر عليهم وغنب منهم المغانم الكثيرة والمغانم دي حاجة بتبقى زي هدايا كده بياخدوها اخرى الحرب والمعركة بتاعتهم دامت بضع ساعات وبعدها فر البربر هاربيت يعني برغم انهم عندهم جيش اكبر بكتير في العدد من جيش عقبة الى انهم في الاخر فروا من امامه وبكده يبقى عقبة بننافع فدح السوس الادنى تعالوا بقى نشوف هيحكايته مع السوس الاقصى طيب هنا بيقول ليه اتجه عقبة الى السوس الاقصى بعد السوس الادنى اكيد علشان يكمل عقد انتصاراته في المنطقة هو بيفتح مدينة والتانية بالترتيب وكمان علشان يرفع راية الاسلام فيها طب تعالوا نشوف مع بعض اهل السوس الاقصى هيعملوا ايه هل يطرى هيعملوا زي اهل السوس الادنى ولا لا طبعا هم عملوا نفس النظام واختاروا ان هما يحربوا عقبة بننافع كان استعدادهم كبير جدا في العدد وفي الاسلحة مش بس كده دول وقفوا العقبة بننافع بجيشهم امام اسوار مدينتهم والحاجة التالتة والاخيرة ان هما استعانوا بكل القبائل المجورة لهم ضد حربهم مع المسلمين يبقى استعدوا ازاي؟ رقم واحد كان استعدادهم كبير في العدد والعتاد رقم اتنين حشدوا جميعا امام اسوار المدينة اللي هي السوس الاقصى رقم تلاتة استعانوا بكل القبائل المجورة لهم علشان يقدروا ان هما يتغلبوا على جيش المسلمين وده طبعا مش هيحصل يبقى هنا يقول لي وضح هزيمة اهل السوس الاقصى على يد القائد العربي والقائد العربي يقصد به عقبة بننافع عقبة بننافع اذاقهم اسوأ هزيمة يعني هزمهم برغم ان عددهم كان كبير ومعهم امدادات من قبائل تانية وهنا اراد البربر ان هما يعتصموا في المدينة بتاعتهم علشان يتجنبوا ملاقات المسلمين ولكن الجيش الاسلامي كان اسرع منهم وكانوا مالوا المدينة بتاعتهم فما يقدروش ان هما يعتصموا داخلهم ويقفلوا عليهم يبقى هنا ما نتائج او ما نتيجة المعارك التي دارها عقبة بعبقرياته الحربية اسفرت عن سقوط وسط المغرب الاقصى وجنوبه في ايدي المسلمين يعني خلاص هو كده سيطر سيطرة كاملة على اهل السوس الاقصى والسوس الادمى طب السؤال ممكن نيجي بالعكس ويقول لي كيف تمكن عقبة من ان يفتح وسط المغرب الاقصى وجنوبه في ايدي المسلمين ده كله كان بسبب عبقريته الحربية وزكاءه الحربي وكمان بسبب ايمانه بالله عز وجل ان هو هينصره لانه على الحق بكده نكون وصلنا مع بعض لنهاية الاحداث تعالوا نشوف الاسئلة ممكن تيجي ازاي رقم واحد زي ما تعودنا اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد اقتنع عقبة بكلام يوليان وامر جيشه بالتوجه الى السوس الادنى السوس الاقصى الاندلس هو طبعا قال له افتح الاول السوس ولكن كان مين الاول الادنى ولا الاقصى طبعا كان الادنى رقم اتنين واجه عقبة اثناء فتح السوس الاقصى جيشا من الروم البربر القوت طبعا كان البربر لان اهل السوس الادنى والاقصى كانوا من البر المدينة التي وصل اليها عقبة وهو في طريقه الى السوس الادنى ايه المدينة اللي هو شافها وليلا ترابلس القامونية طبعا كانت وليلا السؤال كمان ممكن يقول لي اكمل العبارات الاتية رقم واحد اتجه عقبة الى السوس الاقصى بعد فتحه السوس الادنى ليه زي ما اتفقنا علشان يرفع راية الاسلام وعلشان كمال يكمل عقد انتصاراته يبقى هقول ليكمل عقد انتصاراته في المنطقة عشان يقدر ان هو يسيطر على المنطقة كاملة والحاجة التانية عشان يرفع راية الاسلام رقم اتنين استطاع عقبة ان يسكت المغرب الاقصى وجنوبه في ايدي المسلمين بسبب ده السؤال اللي احنا جبناه معكوس بسبب عبقريته الحربية رقم تلاتة لم يتوقع اهل وليلة الهزيمة بسبب اهل وليلة طبعا ما كانوش متوقعين خالص انهم يتهزموا بسبب كثرة عددهم وبكده نكون وسلنا مع بعضا لنهاية الفصل والى اللقاء في فصل جديد من فصول قصتنا الجميلة